السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم زكريا درو من قناة المفترع الصغير متذبع من قناة المفترع الصغير مرحبا بكم عزيزي المشاهد إن كانت هذه أول مرة تشاهد فيها قناة المفترع الصغير فأنا ندعوك لإشتراك بالقناة والضبط على جرس التنبيهات ليسلك كل جديد في الحلقة الماضية لقد كنت بصنع هذا الصنبول الأوتوماتيكي الذي يتيح لك غسل اليدين بدون نمس الصنبول والذي سينفعنا كثيرا في هذه الفترة فترة جائحة كورونا واليوم قررت بإذن الله أن أقوم بتطويره بإضافة موزح أوتوماتيكي للصابون فإن عجبت من فكرة أو عجبت من موضوع فتعبع الحلقة تقائي كما هو معلوم فالكثير مني يستحمل هذا النوع من الصابون السائل لغسل اليدين ولتحقيق ابتكارنا اليوم وتحويل هذا موزع موزع الصابون من ميكانيكي إلى أوتوماتيكي فسنحتج إلى الجهاز يقوم بقوة ضغط على هذه المنطقة وهو السيرفو ولكن للأسف في ظل هذه الجائحة فعنا لا أتوفر على سيرفو ولذلك قررت أن أقوم بصنح بدل ذلك مدخة تقوم بدخل الصابون إلى الخارج ولتشغيلها قررت استعمال والاستشعر للأشعة تحت الحمراء حيث عند وجود في يد فإنه يرسل إشارة يستقبلها جهاز إلكتروني ويحللها عادة هذا الجهاز هو الأدوينو ولكن في حلقة المدليون فقد قررت الاستعمال عن استعمال ترانزيستور من نوع PNP بحيث يرسل المستشعر الإشارة فيستقبلها هذا الترانزيستور ويقوم بسماح إذا تيار بالمرور من الكولكسور إلى الإيميتور وبالتالي تشغيل المضخة إذا هل يريد أن نبدأ الإبتكار بسم الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة